بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة عيوننا محمداً عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معشر الحجي أيها الكرام ففي أعقاب الحج والحديث عن آثاره تقدم مجلس الباريح على أن أعظم ما يرجع به الحجيج من أثرهم في حجهم ما ينبغي أن تتعلق به قلوبهم إيماناً بالله وتعظيماً له سبحانه وتوحيداً وإفراداً له بحقه العظيم جل جلاله على خلقه أجمعين وتعليق القلوب برب العزة والجلال تدبيراً وتصريفاً واستعانة وتوكلاً وكل أعمال القلوب أن تعود القلوب من رحلة الحج وقد حجت القلوب قبل الأبدان والأقدام ووجدت الأرواح في رحلة الحج من متعة الحج وأنسه ولذة التعبد فيه لربها سبحانه وتعالى ما يجعلها أقرب صيلة بخالقها وأولى بقربها منه سبحانه وأكثرها مسارعة إلى مرضاته وابتغاء طرق وسبل النجاة بالاقتراب من أوامره ولزوم شريعته والمجافاة عن كل محرماته والذنوب التي لا يرضاها ربنا جل في علاه وثاني الآثار الحميدة الواجب أن يرجع بها الحجيج ومن حجهم معشر حجاج بيت الله الحرام هو الوجه الآخر لعبوديتنا لتوحيدنا وعقيدتنا الركن الآخر الذي لا يتم عبادة العباد إلا به أجل إنه التعلق بنبي الأمة صلى الله عليه وسلم إيمانا به واتباعا لسنته وتعظيما لها وتقديما لها وحبا له صلى الله عليه وآله وسلم وامتثالا لأمره وانتهاجا لهديه واتباعا لسنته وشغفا وتعلقا بسيرته وشمائله العطيرة عليه الصلاة والسلام أما إن الليلة ليلة الجمعة ولعله من الموافقات الكريمة أن يكون هذا المجلس في كثرة ذكرنا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته أن نستكثر فيه من الصلاة والسلام عليه كلما مر ذكره واسمه صلوات ربي وسلامه عليه لنقوم من مجلسنا هذا وقد ملئت صحائفنا ذكرا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا فاعلموا أيها الأحبة الكرام أنه ما حج حاج ولا لب ملب وقدم ووفد على بيت الله العتيق إلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم راية ترفرف فوق رأسه وعلم ينشده بعينه وطريق يتشرف بالسلوك فيه أما إنه حج عليه الصلاة والسلام حجته اليتيمة الفريدة الوحيدة حجة الوداع وقال ما قال لأصحابه مائة وعشرون ألفا الذين حجوا معه فقط لا قال لهم ولي وللأمة إلى يوم القيامة قال لتأخذوا عني مناسككم منذ أن هم بالحج عليه الصلاة والسلام أعلن به ونادى في الأمة وأرسل إلى من في المدينة ومن خارجها ومن في القرى والأمصار أرسل إليهم يخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج للحج هذا العام ليلحق الناس به قال جابر رضي الله عنه فخرج بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن هذا شعار الحج وطريقته وهديه المتبع ما هو لتأخذوا عني مناسككم وقد تقدم في المجالس قبل الحج أن هذه واحدة من أعظم مقاصد الحج التي يراد للحجي أن يتعلموها في حجهم وأن يقصدوها في نسكهم وأن تكون واقعة في كل خطوة من خطوة مناسكك ولذلك فإنه لا نطوف ولا نسعى ولا نرمي ولا نحلق ولا نبيت ولا ننفر ولا نحلق ولا نذبح ما نفعل شيئا في الحج إلا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أليس كذلك؟ بلى ولا فرق في هذا بين أهل الإسلام قاطبة على اختلاف مذاهبهم الفقهية ومدارسهم التي ينتمون إليها لا فرق بين حنفي ومالكي وشافعي وحنبري وغيرهم من مذاهب الإسلام الفقهية المعتبرة لأن كلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مغترف مغترف وهو من هديه ملتمس وكلهم على مأدبة السنة جالس يعلم ويتعلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحج ما نقف إلا يوم التاسع ولا ننفر من عرفة إلا بعد غروب الشمس ولا نبيت في مزلفة إلا ليلة العيد ولا نرمي جمرة العقبة إلا يوم العيد وإيام التشريق ونطوف ونسعى ونفعل كل أعمال الحج لسنا نقدم ولا نؤخر ولا نبدل شيئا مكان شيء لسبب واحد فقط هو قوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم خمسة أيام في الحج يا كرام أو ستة وربما كانت أقل أو أكثر والله إنها لتربي نفوس أهل الإسلام على التزام سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مظهر بهيج تعيشه أمة الإسلام في الحج كل عام أن ترى الألوف المؤلفة رجالا ونساء صغارا وكبارا عربا وعجما المتعلم فيهم والجاهل والمثقف والأمي الكل هنا في مدرسة الحج يأتم ويقتدي ويتأسى ويهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة ولا أروع تعيش فيها أمة الإسلام لحظات وأياما متتابعة وعبادات متلاحقة وهم يقصدون في كل شأن من شؤونهم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون مثله بل لا يسع أحدا منهم أن يغير شيئا في النسك أما رأيت عاما بعد عام وقرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل تتطور الحياة وتستجد كثير من أنماطها المعاصرة واستحدثت في حياة الناس أدوات ووسائل متطورة وحديثة تواكب الزمان وتهيئ العصر لما يحتاج لكن لن يتغير في خطوات المناسك شيء مهما قدمت الحلول والمقترحات تخفيف زحام الحجيج أما فكرت لماذا لم يقل أحد إذا حج 2 مليون مسلم أو 3 مليون نخفف من ضغطهم في الزحام يوم عرفة فنوزعهم يقفون بعرفة على ثلاثة أيام في كل يوم يقف مليون نبدأ من يوم ثمانية ثم تسعة ثم عشرة ما قال أحد لنجعل المبيت في مزلفة متوزعا حتى يخفي الحجيج ما قال أحد لماذا لا نجعل الحج على مدى شهر كامل ثلاثين يوما يسع الملايين أو على مدى العام يحجون كل شهر 2 مليون فبدل أن يحج في العام 3 مليون ممكن يحج في العام 10 مليون 20 مليون هذا لا يمكن أن يكون لسبب واحد فقط أن الله لما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أوكل تفاصيل الحج وهيئته وصفته إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رسالة للعباد أنك لن تحج يا حاج ولن يسعك أداء المناسك وتمتثل أمر الله وتكمل أركان دينك إلا إذا أتيت من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج طريق إجباري يعلمك أنه لا يمكنك أن تصنع في حجك عبادة تقربها إلى الله وتؤدي بها النسك إلا إذا اقتفيت وتأسيت واهتديت وأتممت بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي تربية عجيبة والله وهو مقصد شرعي جليل يراد فيه لأمة الإسلام أن تعود إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيدهشك هذا المظهر البديع وهذا المشهد الحفي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ينساقون في موكب واحد تعلوهم الجلالة وتغشاهم المهابة وتظللهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما أعظمه الله من موكب في الحج تحتشد فيه الألوف المؤلفة وشعارها ودثارها الائتمام برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا هو الحج إذن علمنا أننا في تلك الأيام لن نفعل شيئا ولن نترك آخر إلا كما أخبر عليه الصلاة والسلام وكما دل عليهم وفي هذا تندرج كل أحكام الهدي والمناسك والحج وأداء كل الشعائر فإنه إذا اضطر مضطر لأداء بعض المحظورات أو ترك بعض الواجبات فكل ذلك بيّنته الشريعة ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المظاهر التي تعجبك في الحج أخي الحاج أن تجد الحجيج أحرص ما يكون على اتباع السنة والسؤال عنها فإذا اقترب الحج جاء يسأل وملؤه الشوق والحرص والرغبة ماذا أفعل غدا؟ ماذا يلزمني اليوم؟ ما أعمال الحج في هذه الفترة؟ فإن فعلت هذا يصح وإذا أخطأت فحصل مني كذا ماذا يلزمني؟ بل والله إنهم لا يسألون طوع أنفسهم رضا وتسليما إذا ما وقع من أحدهم خطأ بغير قصد فيأتي يستفتي فيأتي إلى أهل العلم فيقول حصل مني كذا أخطأت ما شعرت بدر مني كذا قص شعره أو ظفره أو أخطأ فغطى رأسه أو مس طيبا أو استعمل صابونا وجد فيه رائحة عطرية أو أي شيء من الخطأ في الواجبات أو في المحظورات تراه يأتي سائلا وملؤ قلبه الحرص والشوق والحذر أن يخرم حجه ولو بمقدار شعرة يخالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتراه يسأل والله بنفس مبتهجة يا شيخ ماذا يلزمني؟ هل من كفارة أفعلوها؟ هل رأيتم؟ هل رأيتم مسلما في سائر أيام السنة إذا وقع في منكر أو خطأ أو زلت به القدم هكذا يجد من إقبال النفس كمثل ما يجدها في الحج هي مدرسة تتربى فيها النفوس بل إن بعضهم إذا جاء يسأل أو سمع درسا تشرح فيه صفة الحج فعلم أن رفقة الحج التي هو معها قد تترك بعض سنن الحج التي لا يؤثر تركها في صحة الحج فيتركون بعض السنن من أجل الالتزام ببعض الترتيبات والإجراءات التي تنظم المجموعة وموسم الحج بأكمله فربما اضطرهم ذلك إلى ترك بعض السنن المستحبات في الحج التي ليست بواجبة فتراه يسأل غير راض ولما؟ لكنني أريد أن أفعل وربما جاء واستفتى هل لي أن أفارق رفقتي وأتركهم وأنفرد عنهم فتسأله لما؟ فيقول لك لأنني أحب إلي أن أطبق السنة ولو فاتتني الرفقة وإن كنا لا ننصح بذلك ولا نوصي به لما يترتب عليه من فوات أو ضياع أو شتات لكن لاحظ معي هذا المنطلق الباعث على مثل تلك السؤالات هي والله مبعثها ذلك الهم الكبير الذي ملأ القلوب ارتباطاً بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم معشر الحجي حججتم بحمد الله وتم الحج بفضل الله ونسأل المولى الكريم أن يتقبل سبحانه وتعالى وأن يجعله حجاً مبروراً تغفر به الذنوب ونولد فيه من جديد أما وقد حججتم فحق عليكم والله أن ترجعوا بهذا الدرس لينسحب عندكم على خارطة الحياة مدى العام ما هو أن يكون السؤال الكبير الذي يصبح أمام عينيك وتمسي عليه أين موقع السنن النبوية وهدي نبي الأمة صلى الله عليه وسلم من حياتك في بيتك مع أسرتك في معاملتك مع زوجتك في تربيتك لأولادك في سوقك إذا بعت واشتريت في حانوتك في معملك ومخبرك في مستشفاك وحديقتك في مزرعتك في وظيفتك في كسبك للمعاش في تعاملك مع الناس في ارتيادك لمسجد الحي في صيلتك بجيرانك وأرحامك في علاقتك بالناس من حولك أجمعين أين أنت من سنته عليه الصلاة والسلام وهل صدقا نجحت في أن تقيم السنة النبوية ميزانا لحياتك تقف عليه فتعرف وزنك كم أيها المسلم ووزنك ثقلا وخفة ليس بقدر ما تأكل وتشرب وما تمتلئ به الأبدان وزنك على ميزان الشريعة بقدر اقترابك وامتثالك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الثقيل في الميزان ومنا الخفيف والله المستعام هل نجحت في أن تنصب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتك عبد الله أن تنصبها مرآة تبصر فيها حياتك كما تبصر في المرآة شكلك وهيئتك ولحيتك وشعرك وثوبك نعم أما إن السنة محفوظة مروية ثابتة فلو نصبتها مرآة تدري ماذا يعني؟ يعني ذلك أنك لا تقدم على فعل شيء أو تركه إلا بعد أن تبصر في مرآة السنة أوافقتها أم لم تفعل؟ فإن وافقتها فامضي قدما والقلب منشرح والنفس راضية والسرور يملأك أنك فعلت شيئا تتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا والله يا كرام ما معنى الحج إن لم يكن له من الآثار مثل هذا الآثر في الحياة؟ أيها أعظم عبد الله أن ترجع بعد حجك وقد تعلمت من السنن ألوانا وألوانا وأصبحت حريصا عليها علمك الحج أنك لا يمكن أن تتكاسل عن سنة لأنها سنة أو تفتر عنها علمك الحج أن حبك للسنة أحب إليك من كل شيء وأنت تمتثي القول الله سبحانه في صدر سورة الحجرات المسمات بسورة الآداب التي أدبت أهل الإسلام بآداب الشريعة وصدرت تلك السورة بأعظم أدب يتأدب أبوه المسلم في الحياة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا إيش؟ ما ذكر المفعول في الآية؟ حذف المفعول لقصد إرادة التعميم لا تقدموا شيئاً أي شيء لا تقدموا عادة في المجتمع لا تقدموا شيئاً ألفتموه وورثتموه عن الآباء والأجداد لا تقدموا حب هوا للنفس لا تقدم شيئاً تريده لنفسك لا تقدم معصية لا تقدم بدعة لا تقدم فكرة لا تقدم رأياً ولا قولاً ولا عملاً ولا حركة ولا سكوناً لا تقدم شيئاً بين يدي الله ورسوله علمك الحج فعلاً ألا تقدم شيئاً علمك الحج أنك حتى لو احتجت إلى غطاء راكسيك قلت لا أنا محرم فتترك علمك الحج لو احتجت إلى قصة ظفورك قلت لا أنا محرم علمك الحج أنك مهما عتت تطيلة أيام السنة ألا تصبح إلا باستحمام وتطيب وتنظف وشيء من التنعم والترفه علمك الحج أن تترك ذلك لأنك محرم فامتثلت علمك الحج حقيقة تطبيقاً عملياً معنى لا تقدم بين يدي الله ورسوله إذن أثبت لنفسك عبد الله أنك قادر في كل أنحاء الحياة وفي كل شؤونها قادر على أن تمتثل أمر الله لا تقدم بين يدي الله ورسوله واتق الله فمنظر بماذا ختمت الآية إن الله سميع عليم يسمع ما تقول ويعلم ما تفعل فهل أنت على قدر هذا الأمر والتوجيه الإلهي الكريم؟ انتبه ولو كنت وحدك ولو أغلقت باب حجرتك فالله يسمع ويعلم حالك فالله سميع عليم وأمرك بتقواه لأنك لن تقوى حقيقة على أن تنتهج السنة منهاجاً لحياتك إلا بعون من الله فاجعل من تقواك لله عز وجل رصيداً وزاداً تتقوى به في هذا الطريق ووالله ما صدق عبد في عزمه على هذا الأمر وأن يعيش حياة ملؤها السنة ترفرف في أنحاء حياته وتظلل بها السعادة داره وأهله وبيته إلا وجد العون من الله وكانت الحياة ألذ ما يكون وأطيب ما يكون وأسعد ما يكون تلك الحياة التي تظلل فيها البيوت بطاعة الله اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوني يا كرام أسعد البيوت وأسعد القلوب وأسعد مناهج الحياة تلك التي جعلت من سيرة وسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبراساً ومنهاجاً وأسوةً ودليلاً ولذلك قال الله لنا في مقام الحض والحث والإغراء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً علمك الحج أيها الحج أنك لن تقدم على شيء في حجك قبل إحرامك وبعد إحرامك إلا وأنت باحث سائل مفتش عن موقع خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم لتفعل مثله إن استطاعت فترمي الجمرات من حيث رمى وتطوف كما طاف وتقف للدعاء حيث دعى صلى الله عليه وآله وسلم لست مستعجلاً ولا باحثاً عن الرخص ولا متخففاً في مناسق الحج لقد ملأ قلبك ذلك الهم المبارك وأنعم به من هم والله بل ما ملأ القلوب هماً أمتع ولا ألذ منه أن يكون همك رضى الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه قد تقرر عندنا في نصوص الشريعة ذلك الأمر الإلهي الكريم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله هذا عام في كل الأنبياء والرسل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن شأنه خاص من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة هل ركزت معي هما طريقان إلى ثالثة لهم إما الطاعة وإما التولي والإعراب ركز معي ما في منطقة في المنتصف أنت في كل شأن من حياتك في هيئتك في لباسك في طعامك وشرابك في حياتك في بيتك في سوقك في متجرك أنت أحد إثنين إما من يطع وإما من تولى أما من يطع فقد أصاب الواجب وحقق المراد ونال البركة في حياته من يطع الرسول فقد أطاع الله أما الثاني أجارك الله وحماك وحفظك ألا تكون من أهلها قال ومن تولى ما في منطقة في المنتصف هي إما طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإما إعراب وإما تولي وإما مفارقة لهذا الطريق ما أشبه هذه الآية الكريمة بأختها قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم أما قلت لك هما طريقان إما طاعة وإما استجابة وامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعلنا الله وإياكم من أهلها وإما الأخرى أجارنا وأجاركم الله قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم واتباعوا الهوى والعياذ بالله أحد صوارف الدخول إلى الجنة وأحد موجبات الهلاك والردى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى شرط دخول الجنة أن تخالف هواك ولن تخالف هواك إلا بطاعتك واستجابتك واتباعك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأجل ذلك نتحدث عن ضرورة أن تكون السنة في حياة المسلم معياراً ميزاناً مرآة أن تكون منطلقاً في شأنه كله صدقاً أقام هذا السؤال بين عينيك ووقف في ذهنك في كل موقف تريد أن تصنع فيه فعلاً أو تترك شيئاً أو تتخذ قراراً فكان سؤالك الذي يشغل بالك دائماً أهذا موافق لسنته صلى الله عليه وسلم؟ يا رجل حتى إذا لبست ثوبك وأنت لا تبالي أدخلت ذراعك اليمنى في كمها قبل اليسرى أو العكس إذا جئت تخلع حذاءك أو تلبسه أكرمك الله وأنت لا تبالي تلبس اليمنى أولاً وتخلعها قبل أختها أو العكس وأنت لا تبالي إذا دخلت المنزل تدخل برجلك اليمنى أولاً أم باليسرى وعند الخروج بالعكس عندما تنظر إلى هذه الأمور في دقائقها لتنتهج هذا المنهج وتتبصر في حياته فإذا بك حتى في الأمور المعتادة في لبس الثوب وخلعه في لبس النعال وخلعه في دخول المنزل والخروج في دخول الخلاء أكرمك الله والخروج منه إذا بلغ بك الحرص في تلك الدقائق والأمور المعتادة من الحياة ألا تفعلها إلا موافقاً متبعاً مستجيباً مطيعاً لهدي وسنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئاً لك لأن هذا يدل على أنك في غيره من باب السنن أشد حرصاً وأكثر اتباعاً وأعلى همة في الامتثال والاستجابة وقفت أمام المرآة تمشط شعرك هل كنت تبالي أو لا تبالي أن تبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر؟ تطيبت لبست خلعت جئت تفعل شيئاً من أمور حياتك المعتادة إذا كنت في هذا المقام حريصاً فأنت في سنن العبادة أشد حرصاً من كان حريصاً على هذه الأمور النبوية في أمور العادة فهو في أمور العبادة أحرص وأكد وأشد اهتماماً فتراه لا يصلي الفريضة إلا مصاحباً إياها بالسنن الرواتب لا ينام قبل أن يوتر لا يدع حظه من قيام الليل ولو بركعتين لا يترك ورده من القرآن ولو كان بالقليل تراه حريصاً في عبادته في دعائه في طوافه في صلاته في صيامه في زكاته في كل شأن من شؤون حياته أن يتأسى ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة المباركة التي نشدها يا كرام ولئن قيل هذا الكلام لكل أهل الإسلام لأنهم أمة محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي والله أولى بأن تقال لأهل الحج أهل الموقف أهل عرفة أهل ميناء والمزدلفة أهل الكعبة والصفى والمروى أهل الحج أولى والله أن تقال لهم لأنهم قد حجوا بيت الله الحرام وقد كان ملء خواطرهم خذوا عني مناسككم فانصرفوا من ذلك الحج وملء خواطرهم أن القائل لهم صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم هو القائل لهم عليه الصلاة والسلام في كل شؤون الحياة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عرضوا عليها بالنواجد هو القائل لهم عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هو القائل عليه الصلاة والسلام لا ألف إن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقولوا لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه نهى وحذر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في الأمة أقوى أجارنا وأجاركم الله يجعلون السنة النبوية خارجة عن الاهتمام لا مبالاة بها ولا اكتراث ويزعمون أنهم يقتصرون على ما وجدوا في كتاب الله فبئس ذلك المسلك الذي حذرنا منه المصطفى عليه الصلاة والسلام بل السنة صنوا القرآن في التشريع والاحتجاج هي المبينة لكتاب الله والمكملة لشرعته والتي أمرنا الله عز وجل بالتزامها فقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون نبي كريم عظم الله قدره صلى الله عليه وسلم وأرفع الله شأنه وأحبه وأمر بمحبته وصلى عليه وأمر الأمة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم زكاه ربه وحمده وخصه بمحامد ومناقب وكرامات ما جعلت لأحد قبله من الأنبياء ولا الملائكة الكرام عليهم جميعا صلاة الله وسلامه لندرك يا كرام أننا أمة نبي كريم بلغنا من الكرامة بكرامة نبينا صلى الله عليه وسلم ما لم تبلغه أمة من الأمم أما قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة قال أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله نحن آخر أهل هذه الزمان نحن آخر أهل هذه الدنيا زمانا لكننا أولهم يوم القيامة دخولا للجنة تدرون بما؟ بفضل الله كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أكرمنا الله بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالله عليكم أفلا ينبغي أن يظهر في صفحة حياتنا في كل صفحة وسطر من حياتنا شيء يدل على الفخر بالانتساب إلى هذه الأمة بنبيها الكريم صلى الله عليه وسلم بالحرص على اتباع السنن بالتمسك بها برفع رايتها بالحث عليها بدعوة الناس إليها أما قلنا إنها حياة سعيدة كريمة تلك التي يعيش أصحابها في ظلال سيرته وحياته وهديه صلى الله عليه وآله وسلم وبقدر ما اقترب أصحابها من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واغترفوا من معينها وجدوا من بركة الحياة وثمرت الاستمتاع بالأنس بتقوى الله وطاعته لأنهم أقربوا ما يكونوا إلى هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عاش صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ثلاثا وعشرين سنة كان ملؤها المحبة والنصح والهداية والدلالة لهم على الخير ما خصهم صلى الله عليه وسلم بذلك دون الأمة من ورائهم بلغ حرصه ودعوته ورأفته ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم بلغت أمته إلى يوم القيامة حتى أدركتني وأدركتك هذا الزمان فجئنا وما زلنا نجد من آثار رأحمته ورأفته وهدايته صلى الله عليه وسلم ونصحه وإرشاده ما أقمنا به حياتنا واستقام به ديننا وامتثلنا به شريعة ربنا أفليس حقا واجبا علينا له صلى الله عليه وسلم تمام المحبة وصدق الطاعة وكثرة الوفاء له صلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وآله وسلم لقد عاش معه من أمته فئة كريمة هم صحابته رضوان الله عليهم امتلأت قلوبهم حبا ووفاءا فطفقوا رضوان الله عليهم يضربون لنا أروع الأمثلة كيف تكون الحياة الصادقة بحبها شاهدة لأصحابها أجل فدعوا المحبة ليست رايات ترفع ولا شعارات تقال ولا قصائد تنشد أو مدائح تحفظ لا المحبة قبل ذلك كله أمر يستقر في قلب العبد حبا يفدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا أخبر به صلى الله عليه وسلم ودل عليه منذ أن كان بين أصحابه لما قال وددت أني لقيت إخواني قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي لكن إخواني أقواما يأتون من بعدكم يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله أقام هذا الشعور في قلبك يوما أنك تتمنى أن تظهر بصحبته صلى الله عليه وسلم ولو بذلت في ذلك ما ملكت يداك هذه مرتبة شريفة رفيع عاش الصحابة رضي الله عنهم فضربوا أربع الأمثلة أروع الأمثلة في صدق المحب في فدائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعتهم واتباعهم في صدق انتسابهم واستنانهم بسنته عليه الصلاة والسلام كانوا يستدلون بالأمر من أمره فيقفون عند حده كانوا يبادرون إلى ما يأمرهم به صلوات الله وسلامه عليه كان إذا فعل الشيء تبادروا وسارعوا رضوان الله عليهم إلى فعل ما قال وأمر وأشار صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كانت المواقف تل والمواقف إذا أشار بأمر أو نهى عن شيء أو دل الأمة عليه تسابقوا زرافات ووحدانا كانوا رضي الله عنهم أسرع ما يكون امتثالا واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمت الخمر وقد كانت حلالا يشربونها فمنزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ولم يكن ثمة تصريح بالتحريم ثم نزل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة فكانوا يشربونها في غير أوقات الصلاة حتى حسم الأمر وجاء التحريم القاطع الذي جاء في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في زقق المدينة وبين بيوتها ألا إن الخمر قد حرمت وما يزال في البيوت بقية باقية من خمر كان لهم حلالا ويشربونها في غير وقت الصلاة يشربون الفضيخ والنبيذ وغيره من الأشربة التي كانت حلالا لكنه يكفيهم أن يقال لهم هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أخبرنا هكذا بلغه الوحي فكفوا رضوان الله عليهم من ساعتهم تلك وسكبوا ما بأيديهم قال أنس رضي الله عنه فسالت أو جرت سكك المدينة مما سكب فيها من الخمر محتاج إلى تفتيش ولا رقابة ولا سؤال ولا متابعة قوم ملئت صدورهم حبا وطاعة واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يصلون إلى بيت المقدس القبلة قبل أن تكون إلى الكعبة وهاجروا إلى المدينة والقبلة إلى المقدس فمكثوا كذلك بضعة عشر شهرا نحو ثمانية عشر شهرا سنة ونصف تقريبا ثم نزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنول إنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فبعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من أصحابه إلى أهل قباء وهم يصلون صلاة الفجر وهم في الصلاة فنادى من على باب المسجد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها قال فاستداروا وهم في الصلاة قوم ما يؤخرون الطاعة والامتثال والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض الحجاب بعد أن لم يكن مفروضا على نساء الصحابة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان هذا تفريقا للإماء عن الحرائر العفاء في المصونات فنزل الأمر فجاء الوصف العجيب في أن نساء المدينة مهاجرات وأنصارا كانوا رضوان الله عليهن أسرع ما يكون فابتدرت كل واحدة جلبابها فاختمرت به وأبقت فتحة لعينها امتثالا لأمر الله وتبليغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المواقف في ذلك شتى والدلائل على ذلك ليست موقفا ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين بل ولا ألفا وألفين الشواهد على ذلك حياة الصحابة كلها كانت مثالا صادقا كيف يكون المسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا في طاعته واتباعه وامتثاله هأنا ذا أقرأ على مسامعكم أمثلة ونماذج كانت مضربة المثل كانت أعجوبة ووالله لو لم تحفظ تلك الروايات فتنقل لنا بأسانيد صحاح لا يشك فيها أحد ولا يطعن فيها إلا مكذب رافض إلا لقد كانت أعجوبة ولو لم تثبت كذلك لقيل إنها مبالغات ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة لكن مواقف فردية اختلف فيها الصحابة في أشخاصهم واتفقوا في ذلك المبدأ العظيم وكان من أشهرهم رضوان الله عليهم في شدة تحريه وأتسائه وتمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شاب فتى حدث السن كان في أوائل الهجرة من صغار الصحابة الذين لم يبلغوا بعد دون الرابعة عشر فهو من صغار الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه كان من كبارهم في شأنه بالسنة وعنايته واتباعه وشدة تأسيه والأمثلة على ذلك في حياته كثيرة منها ما روى رضي الله عنهما كما أخرج الشيخان في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ليلة أو اثنتين وفي رواية يبيت ثلاثا إلا ووصيته مكتوبة عنده ومعنى الحديث أنه لا ينبغي لمسلم له شيء يستحق أن يكتب فيه وصية مثل دين أو حق أو كفارة أو نذر أو أداء حقوق أو وصية بقربة وطاعة لا ينبغي لمسلم أن تمر عليه ثلاث ليال وهو ما كتب وصيته قال عبد الله بن عمر فوالله ما بيت ليلة منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي مكتوبة عندي عاش بن عمر رضي الله عنه سنوات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أربعين سنة أنت متخيل يقول ما بيت ليلة منذ سمعتها إلا ووصيتي مكتوبة بالرغم مما قد يطرأ على الوصية من تغيير وتعديل كتب دينا ثم سدده سيذهب فيمحوها في الوصية استجددين سيكتبه باع اشترى أوصى نذر كفارة لكنه كان يحدث ذلك على الدوام يا إخوة هل هذا أمر هي أن يتعاهد وصيته التي كتبها فهي عند رأسه وما تركها ليلة منذ سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله إنه لشاق أشد المشقة لكنه أيسر ما يكون على من يسره الله عليه أولئك الذين امتلأت قلوبهم حبا وطاعة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو نفسه فيما قال فيما روى عبيد بن جريج التابعي رحمة الله عليه أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأله وقد رآه موسم الحج بمكة قال يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين يعني عندما تطوف بالبيت فإنك لا تمس إلا الركن اليماني والحجر الأسود دون الركنين الآخرين قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية والنعال السبتية أكرمكم الله هي النعال المصنوعة من جلد الماعز منزوعة الشعر فتسمى نعالا سبتية قال في الثالثة ورأيتك تصبغ بالصفرة قيل المراد صبغ اللحية وقيل المراد صبغ الثوب والصفرة لون الزعفرة قال في الرابعة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية يعني لا يهل بالحج إلا يوم الثامن هذه أربعة أسئل يسألها تابعي لصحابي يعرف عنه الحرص على السنة فسأل الأسئلة سائلا متعلما فاسمع إلى الجواب رعاك الله قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما الأركان أركان البيت في الطواف فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين نقطة انتهى الجواب ما عنده جواب جوابه أنني أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما لمس ولا استلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود فأنا مثله قال أما الركنان اليمانيين فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين هذه الأولى الثانية قال وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعلى التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها حتى هذا ذاك عبادة وهذا لباس وعادة اسماعي الثالثة قال وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها الرابعة وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى انبعثت أو حتى تنبعث به راحلته يعني يوم الثامن من ذي الحجة في كل جواب من الأربعة كان هذا الإمام الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشير إلى ذلك الأصل الذي انطلق منه أنه لا يفعل إلا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عليكم أما فطنتم أنه كان يشير بالجواب إلى تلميذه السائل عبيد بن جريج أن يزرع في قلبه تعظيم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمها بشدة اتباعها أولا بعدم التفريط فيها إذا أمكن ثانيا بأن لا تقدم عليها شيئا من رغباتك وأهوائك وظروفك ثالثا وأن تكون هي المكتفة الذي يملأ قلبك رضا وعقلك قناعة أن لا تفعل الشيء إلا اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في العادات سأله عن الصبغ بالصفرة سأله عن لبس النعال وهو أشكال وألوان لكنه يختار منها ما كان يفعل مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والله منهاج كما قلت لكم في صدر المجلس عاشه سلفون الكرام رضوان الله عليهم وكانوا يلقنونه للأمة الآن لو كنت مكان عبيد بن جريل السائل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم هذه الأسئلة وسمعت هذا الجواب أسألك بالله ما الذي يستقر في قلبك وأنت منصرف بعد سماع الجواب والله ستنصرف ومن أقلبك التعظيم للسنة والحرص عليها وقد تعلمت درسا عظيما أن الذي ينبغي أن يدفعك لفعل الشيء وتركه في العبادات أو في العادات أن تبحث فيها عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا سئل ابن عمر وهكذا أجاب وأنا أسأل أنا أسأل ماذا لو سألك أحد بنيك أو أقاربك أو جيرانك عن شيء تصنعه في حياتك في هيئتك في لباسك في لحيتك في ثوبك في سيارتك في صلاتك في وضوءك في أي شيء سألك ابنك الصغير يا أبتي ليش تفعل هكذا بالله عليكم أن نملك من الإجابة ما كان يملك ابن عمر فنقول بكل فخر نعلم أولادنا وأحبتنا وجيراننا والناس من حولنا أننا نفعل الشيء هذا تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا له ورغبة في أننا لو بعثنا صحابة بين يديه نراه ويرانا نبصره ويبصرنا لكان والله أحب ما علينا أن نكون أقرب الناس إلى اتباعه في سننه كلها صغيرها وكبيرها يا قوم لقد كان هؤلاء الكرام يعظمون السنة لأنها سنة ويتمسكون بها ويحرصون عليها لأنها سنة حبيب قلوبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا والله تفعل المحبة الصادقة ستحمل صاحبها من منطلق المحبة على أن يفعل الشيء حبا في صاحبه وهكذا الصادق في حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعاقب في الأمة أزمان فأصبحنا للأسف نزهد في السنة لأنها سنة بلغنا مرتبة في انتكاس المفهوم واختلاط المعاني وفقدان البركة في الحياة أن أحدنا لو نصح أخا له فقال يا أخي الكريم هل لا صليت السنة الراتبة فالتفت إليه هو أو آخر يقول يا أخي هي سنة يعني لا لا تشدد عليه وإذا قيل له ليش ما تفعل كذا التفت فقال في الجواب لأنها سنة أصبح الجواب لتركنا للشيء لأنه سنة أرأيت الفرق؟ كانوا يفعلون الشيء لأنه سنة ثم أصبح فينا زمان يدرك الفعل لأنه سنة هذا المقام هو الفارق الكبير بين هذا الجيل وكل جيل في الأمة سواه ووالله ما عظمت أمة سنة نبيها صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا في الأفراد وفي المجتمعات في الحياة الخاصة والعام ما عظمت أمة سنة نبيها صلى الله عليه وسلم إلا أعزها الله ورفع شأنها ورفع قدرها وفرض هيبتها على الأمم وبالعكس فكلما زهدت الأمة في السنن تدري ما الذي يحصن مباشرة ستستبدل الأمة الذي هو أدنى بالذي هو خير وستجد طوفانا من العادات والتقاليد الممسوخة وستجد من الأمور المقرفة والمقززة والمنافية للفطرة ستغزو البيوت المسلمة والمجتمعات والسبب أن حصون السنة قد خوت وأن أركان القلوب لم تمتلئ بذلك التعظيم فإذا بجرذان الأفكار وزبالة المفاهيم وأسوأ العادات والتقاليد تتربع على عرش القلوب والأفكار وإذا بها تهيمن على حياة الناس كان هذا مثالا وثانيا لابن عمر تريد ما هو أبعد من ذلك في حياة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنهم فقد روى أبو داود في السنن وابن حزم في المحلى وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء في المسجد وأشار صلى الله عليه وسلم إلى باب في مؤخرة مسجده هو المسمى اليوم في المسجد النبوي بباب النساء ويقع مباشرة خلف باب جبريل الواقع خلف باب البقي على يسار القبلة المسمى بباب النساء رأى عليه الصلاة والسلام اجتماع الرجال والنساء في المسجد وازدحامهم دخولا وخروجا فما أعجبه أن يزدحم الرجال والنساء عند الباب ولشدة حرصه صلى الله عليه وسلم على العفة وحياة الكرامة وإكرام النساء قال لو تركنا هذا الباب للنساء ما فعل عليه الصلاة والسلام أخبر برغبة ثم فعلها عمر رضي الله عنه في خلافته فخصص الباب للنساء قال لو تركنا هذا الباب للنساء يكفي أن تكون رغبة يخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع مولى بن عمر فلم يدخل منه بن عمر حتى مات خلاص هو يكفيه أن يعلم أن رغبة رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك الشيء ما كان ينتظر أن يقول له افعل أو لا تفعل بالله عليكم أي حب هذا الذي تربع على عرش قلب بن عمر رضي الله عنهما مولاه نافع وهو مولاه وخادمه وأقرب الناس إليه قال عبارة عجيبة قال لو نظرت إلى ابن عمر في شدة تحريه واتباعه للسنة لقلت هذا مجنون يقول كان يتعمد الشيء ويحرص عليه ويتكلف ويتعنى فيه فقط لأنه سنة كان في طريق رحلته من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة للحج كان يقصد أماكن بعينها وينزل تحت شجرة بعينها ويقضي حاجته في مكان بعينه يتلمس خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أين نزل وأين جلس وأين توضى وأين صلى وأين قضى حاجته يا قوم هذه حياة عجيبة عامرة عاش فيها الصحابة رضي الله عنهم بهذه المقام العظيم وتلك المكان الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وهذا مثال آخر في موقف يدلك على ما امتلأت به قلوب الصحب الكرام رضي الله عنهم قال أوصاري خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر وفي رواية أن أوتر قبل أن أنام هذه سنن صلاة الضحى وصيام الأيام البيض والوتر يقول أبو هريرة فأنا لا أدعهن حتى أموت ما هذا الحرص ما هذه الرغبة الجامحة في صدق الطاعة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم تريد ما هو أعجب من ذلك وقد تقدم في مجلس مقصد اتباع السنة حديث أنس رضي الله عنه لما أخبر أنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام دعي إليه في الحديث الذي أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد الدباء هو القرق والقديد الخبز الذي يصنع مع اللحم قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول الصحفة الصحفة الإناء الطبق يتتبع الدباء يلتقط قطع الدباء قال أنس فعلمت أنه يحب الدباء فلم أزل أحب الدباء من يومئذ هذه عجيبة جدا ليست سنة حتى تطبقها وليست عادة يمكن أن تمتثلها هذا مذاق فمن يختلف فيه الطعم من شخص لآخر فأن يبلغوا رضي الله عنهم في المحبة درجة يفرغون فيها أهواءهم ومذاق أفواههم على هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا والله شيء عجيب مثله حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم لما قال رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله استضافه قال فأخرج إليه أو فأخرج إليه فلق من خبز ثلاثة أقرصة قال هل من أدم ألا يوجد إدام يغمس به الخبز فقالت أم المؤمنين لا إلا شيء من الخل خل خل المال هذا الذي لا يؤكر لكن يغمس فيه الخبز لترطيبه لأن خبز الشعير كان يابسا قالوا لا إلا الخل يا رسول الله قال هاتي فإن الخل نعم الأدم يعني نعم الإدام الخل قال الجملة تطيبا لخاطر أهل بيته ألا يحرجوا دخل بيتهم ضيف ما عندهم طعام واحتراما للنعمة وتقديرا لها فإن الخل إدام وقد كانت حياته عليه الصلاة والسلام على قلتها مملوءة حمدا لله وقناعة بما قسم الله العجب في الموقف الذي حصل لجابر الآن ماذا سمع؟ قال هاتي فنعم الإدام الخل قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال طلحة وأنا ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر رضي الله عنهم جميعا يتوارثون هذه المواقف اليوم لا أقول لك أحب الخل ولا أقول لك عليك أن تحب الدباء اليوم أقول لك أحب السن عبد الله املأ قلبك بحبها ورأس ذلك الحرص على اتباعها كن عبدا وفقك الله لتكون علامة على السنة إذا رأىك الناس تذكروا السنة وإذا تحدثت ذكرتهم بالسنة ولا يعرفونك إلا بالسنة وحذاري حذاري إن كان أحدنا لم يبلغ من توفيق الله له من توفيق الله له أن يكون من أهل السنة العاملين بها فحذاري ثم حذاري أن تخرج من فيه كلمة أو من عينه إشارة فيها سخرية أو استهزاء بشخص أطاع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنته حذاري لا تقول أنا أسخر منه لا أنت تسخر منه في اتباعه للسنة هذا والله مزلق خطير فيه استهزاء بالسنة وهي مدرجة إلى أمر عظيم حمله بعض أهل العلم على بعض ما قد يخرج المرء من الإسلام فحذاري سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والله على الرأس حبا وكراما وفي القلوب إجلالا وتعظيما وفي الحياة هديا وامتثالا وتطبيقا فكونوا قوما كراما أكرمكم الله فحججتم بيته الحرام واتبعتم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فارجعوا إن رجعتم وفقكم الله وأحب ما على قلوبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة واحشرنا يا رب في زمرة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم أكرمنا يا رب بشفاعته اللهم أحينا على الإسلام والسنة صلى الله عليه وسلم